السلام عليكم أرسلت إليه أقوى كائن على وجه الأرض كيف لوثت إسرائيل سطح القمر قبل نحو خمس سنوات في 22 فبراير 2019 تم وضع مصبار فضائي غير مؤهل في مدار حول القمر كان المصبار يحمل اسم بريخت صنعته شركة سباسيل بالمشاركة مع مؤسسة الفضاء الإسرائيلية وكان من المفترض أن تكون أول مركبة فضائية خاصة تنفذ هبوطا سلسا على سطح القمر وكان من بين حمولة المصبار كائن حي يسمى بطيئة المشية توردي جريدز المشهور بقدرته على البقاء حتى في أقسى المناخات ويصف علماء بأنه أقوى كائن على وجه الأرض وواجهت مهمة بريخت مشاكل منذ البداية مع فشل كاميرات متعقب النجوم المخصصة لتحديد اتجاه المركبة الفضائية وبالتالي تحكم بشكل صحيح في محركاتها وأصبحت الأمور أكثر صعوبة في 11 أبريل وهو يوم الهبوط وفي طريقها إلى القمر كانت المركبة الفضائية تصير بسرعة عالية وكان لابد من إبطاء سرعتها للقيام بهبوط سلس لسوء الحظ أثناء مناورة الكبح فشل الجيروسكوب ما أدى إلى إعاقة المحرك الأساسي على ارتفاع 150 مترا كانت بريشيت لا تزال تتحرك بسرعة 500 كم في الساعة وهي سرعة كبيرة جدا بحيث لا يمكن إقافها في الوقت المناسب وكان للاصطدام عنفا حيث تحطم المسبار وتناثرت بقاياه على مسافة حوالي 100 متر وتتساءل مجلة سينسألرت في تقرير متول إذن ما الذي حدث لقطيات المشوية التي كانت مسافرة على مجن المسبار ونظرا لقدراتها الرائعة على النجاة في المواقف التي قد تقتل أي حيوان آخر تقريبا فهل من الممكن أن تكون قد لوثات القمر والأسوأ من ذلك هل يمكن لهذه الكائنات أن تتكاثر وتستعمر القمر بطيئة المشوية هي حيوانات مجهريات يبلغ طولها تقل من مليمتر واحد تحتوي جميعها على خلية عصبية وفتحة فم في نهاية خرطوم قابل للسحب وأمعاء تحتوي على كائنات حية مجهريات وأربعة أزواج من الأرجل غير المفصلية تنتهي بمخالب ومعظمها لها عينان وعلى الرغم من صغر حجمها إلا أنها تشترك في سلف مشترك مع المفصلية مثل الحشرات والعناكب ويسنيها البعض دب الماء يعيش معظم دب الماء في البيئات المائية ولكن يمكن العثور عليها في أي بيئة حتى في المناطق الحضرية وتقوم إيمان ويلدي لاغوت الباحثة في المركز الوطني للبحوث العلمية بجمعها في الطحالب والأشنات في حديقة الناباتات في باريس لكي تكون ناشطة تتغذى على الطحالب الدقيقة مثل الكالوريلا وتتحرك وتنمو وتتكاثر تحتاج بطيئة المشيطة إلى أن تكون محاطة بطبقة من الماء تتكاثر جنسيا أو لا جنسيا عن طريق التوالد العذري من بويضة غير مخصبة أو حتى الخنوثة عندما يقوم الفرد الذي يمتلك كل من الأمشاج ذكريات والأنثوية بالتخصيب ذاتيا بمجرد فقص البيضة تستمر الحياة ناشطة لبطي المشيطة من ثلاثة إلى ثلاثين شهرا ويبلغ عدد أنواعها 1265 تشتهر بطيئات المشيطة بمقاومتها لظروف غير الموجودة على الأرض أو القمر يمكنهم إيقاف عملية التمثيل الغذائي عن طريق فقدان ما يصل إلى 95 من مياه الجسم تقوم بعض الأنواع بتصنيع السكر تيرياها ألوز الذي يعمل كمضاد للتجمد بينما تقوم أنواع أخرى بتصنيع البروتينات التي يعتقد أنها تتضمن مكونات خلوية في شبكة زجاجيات غير متبلورة توفر المقاومة والحماية لكل خلية أثناء الجفاف يمكن أن يتقلص جسم بطيء المشيطة إلى نصف حجمه الطبيعي تختفي الأرجل وتبقى المخالب وتستمر هذه الحالة المعروفة باسم داء الكريبة بيوسيس حتى تصبح ظروف الحياة نشطة مواتية مرة أخرى اعتمادا على نوع بطيئة المشية يحتاج الأفراد إلى وقت أكثر أو أقل للجفاف ولا تتمكن جميع العينات من نفس النوع من العودة إلى الحياة نشطة يعيش البالغون المصابون بالجفاف لبضع دقائق في درجات حرارة منخفضة تصل إلى 272 درجة مئوية أو 150 درجة مئوية وعلى المدى الطويل عند جرعات عالية من أشعة جمع تبلغ ألف أو أربعة آلاف وأربعمائة جرائي اذن ماذا حدث لقطيئة المشية بعد استدامها بالقمر هل لا يزال أي منها قابلا للحياة مدفون تحت غبار القمر وهو الغبار الذي يتراوح وعمقه من بضعة إلى عشرات الأمتار في البداية يجب أن تكون هذه الكائنات قد نجت من تأثير المستدام تظهرت لاختبارات المعملية أن العينات المجمدة من أنواع حبس بيس دود دردن التي تسافر بسرعة ثلاثة آلافا كم من ساعة في الفراغ تعرضت لأضرار قاتلة عندما اصطدمت برمال ومع ذلك فقد نجوا من إيس اخدامات بلغت سرعتها 2600 كيلومتر في الساعة أو أقل وكان هبوطهم الصعب على القمر سواء كان غير مرهب فيه أم لا أبطأ بكثير سطح القمر ليس محمية من الجزيئات الشمسية والأشعة الكونية وخاصة أشعة جاما ولكن هنا أيضا ستكون دبابة الماء قادرة على المقاومة في الواقع أظهر روبرتو فيومور شويين جارو بار الأستاذ بجامعة كيل في ألمانيا وفريقه أن جرعات أشعة جاما التي تصل إلى سطح القمر كان دائما ولكنها منخفضة مقارنة بالجرعات المذكورة أعلى هو التعرض لأشعة جام القمرية لمدة عشر سنوات تتوافق الأشعة مع جرعة إجمالية تبلغ حوالي واحد غراء ولكن بعد ذلك هناك مسألة الحياة على القمر سيتعين على دب الماء أن تتحمل نقص المياه وكذلك درجات حرارة تتروح بين 170 و190 درجة مئوية خلال الليل القمري ومن 100 إلى 120 درجة مئوية خلال النهار لسوء الحظ بالنسبة لقطيات المشية فإنها لا تستطيع التغلب على نقص الماء السائل والأكسوجين والطحال بالدقيقة ولن تتمكن أبدا من إعادة النشاط ناهيك عن التكاثر وبالتالي فإن استعمارهم للقمر أمر مستحيل ومع ذلك فإن العينات غير المشطة موجودة على التربة القمرية ويثير وجودها أسئلة أخلاقية كما يشير ماثيو سيلك عالم البيئات بجامعة أدنبرا علاوة على ذلك في الوقت الذي تنطلق فيه استكشافة الفضاء في كل الاتجاهات فإن تلويث الكواكب الأخرى قد يعني أننا سنفقد فرصة اكتشاف الحياة خارج كوكب وها هنا قد وصلنا إلى نهاية الفيديو أرجو أن يكون قد نال إعجابكم